في الخبر الأخير زينت أكثر من مليون وردة منطقة تعليم اللحوم في حي منهاتم بمدينة نيويورك الأمريكية في إطار مهرجان الظهور الذي سيختتم يوم غد الأحد الظهور بألوانها الزاهية التي منحت الحي رونقا خاصا تنوعت بين الوردي والأرجواني والأزرق والبرتقالي والأصفر وجذبت الكثير من المقيمين والسياح الذين تهاتفوا أو تهافتوا للاطلاع على جمالها والاستمتاع بروائحها العطرة والتقاط الصور التذكرية أمامها ويقول المنظمون أن الثمانين بالمئة من ظهور المعرض حقيقية وليست اصطناعية وعندما تتحلل في ختام المهرجان سيتم إزالة هذه النفايات الخضراء وتحويلها إلى نشارة ترجمة نانسي قنقر